الجيش الإسرائيلي يعمل بشكل حثيث على تحسين صورته دوليا من خلال وسائل الإعلام المهمة أوكلها الجيش إلى وحدة خاصة لإدارة مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف اللغات لكن وبعد العملية المباغطة في السابع من أكتوبر أصبح الهم الأساسي للجيش هو تغيير الصورة التي نشأت لدى الرأي العام الإسرائيلي وليس فقط العالمي نبدأ بالحديث عن وابل الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي فقد عرضت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية 30 أعلانا شهدت أكثر من 4 ملايين مرة على منصة X خلال أسبوع واحد فقط وفقا لبيانات المنصة وكانت مقاطع الفيديو والصور المدفوعة التي بدأت تظهر في 12 أكتوبر تستهدف البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 25 عاما في بريكسل وباريس وميونيخ ولهاي بالتحديد وفقا للبيانات نفسها وعلى موقع يوتيوب أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الإسرائيلية أكثر من 75 أعلانا مختلفا بما في ذلك بعض الأعلانات الرسومية بشكل خاص وقد تم توجيهها إلى المشاهدين في الدول الغربية بما في ذلك فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة المملكة المتحدة وفقا لبيانات من جوجل أما باقي المنصات مثل إنستغرام، فيسبوك، لينكتين وتيك توك فلم يتم عرض أعلانات مماثلة وفقا لمكتبات الأعلانات العامة لها الجديد في حملة الترويج هذه هو أنه وبعد أكثر من شهر على العمليات الحربية في قطاع غزة قرر الجيش الإسرائيلي فتح الباب أمام مجموعة من أبرز الصحفيين الإسرائيليين للقيام بجولة في الجبهة برفقة كبار الضباط الغرض من هذه الجولات هو بث رسائل ترفع معنويات الجمهور الإسرائيلي وليس دوليا هذه المرة ولتعزيز مكانة القوات العسكرية في المجتمع في ظل العقدة التي تلاحقه باستمرار بسبب فشله في منع وقوع العملية التي نفذتها حماس في السابع من أكتوبر الماضي الأجواء التي يحاول الجيش إنشاؤها خصوصا بكثرة الحديث عن النصر تصطدم بأقوال أصحاب التجارب الذين يعرفون أن هذه أقوال إعلامية تستخدم في الحرب النفسية والحرب النفسية لا تكون بالضرورة ضد العدو بل قد تكون بالأساس للاستهلاك المحلي وهذا ما قاله الصحفيون بعد رؤية أعلام إسرائيلية ترفرف فوق الركام في غزة لكن خلاصة التقارير التي عاد بها الصحفيون لم تحمل بشائر ولا سبقا صحفيا ذا شأن بحسب الكاتب نحوم برنيع كبير الصحفيين في دعوت أحرنوت العبرية الذي علق بكلمات ثاقبة قائلا الانتصار الحقيقي هو أن لا يكون انتصار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر